بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعده السادة مجلس محربي بيت النار السادة مجلس أولاد ربود السادة المعلمون والمعلمات في مدارس المدى المخترمون الحضور القرار كل باسمه مع حفظ الألقاء والمثبيات مجرمني بهذا اليوم الفضيح في هذه الأنسية المباركة من ليالي رمضان الكريم أن أقف يرحب بكم أجملة في اسم مؤسسات هذه الفندة وأشكر حضوركم وجهودكم في هذه المناسبة أن هذه أصلحت تكليداً سلوياً وإن هذه المناسبة ليواجب الوطنين وبهمة ثقافية ولحظة وفاية تكريب أبنائنا ودناتنا ناجدين وأبنائنا الطلبة أنتم عنوان هذا الاتفاق إن الطالب لديكم كبيراً ولكم صفاتكم شخصية هي أساس الاتزام والبسط الناجم رغم ظروف الصعبة والمرحلة المعقدة التي يعيشها هي أساس الاتزام إن شخصياتكم هي أساس الاتزام عليكم استقلال عصائكم ونجاعتكم ونواهبكم ليصل كل من هدفه المنشود في حياته وأردعكم وأبارك لكم ولوالدكم هذا النجاح أنتم جيناً مستقبل عماد هذه الأمة نقول الشاعر والبيت لا يبتدى إلا له عجز ولا عبادة لذا لم ترسى أداده ومن مسكولياتنا نهم نجد على الأيديكم ولو الرزق بفتقة والتباه المزيد كتماً لتحقيق الهدف المنشود ورفعة هذه الأمة الأقوات واللغوة أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس القرية إن دوركم كبير وأهميته ترتي في مواصلة العطاء والعمل على سطل شخصية أجيال هؤلاء الشباب وتريفيته والأخذ بيده إلى ما يلانه حياتنا وديننا الحنيف في مختلف مجالات الرجوع والمجالات المنهبية فاللمنهجية أنتم مدعوون أكثر للعطاء لمضاعفة عطائكم وأنتم حقاً من يستعق التقريب أن يطلعوا مهات الماجدات والآباء المفاضل كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعايته قال الشاعر الأم مدرطة إذا أعددتها أعددت جيناً طيباً لعراق إنه تابعتكم لأولادكم وبناتكم له الدور الأساس في شخصه ممين ولنصول إلى الأهداف إن زيارتكم للمدارس وإضطاء على مسيرة أولادكم بذلك تساهمون في تعزيز وعي وزيادة مع الثلاث المجاعي في مدارسنا شكراً لمن ساهم في إغلاق المناسبة شكراً لمن ساهم لها الأمور ونعيدكم نحن في المؤسسة الأمور أن نبقى على الوثاة أو نبقى الأولياء وأن نعمل معكم كل في موقعه من أجل تطبيل وتنمية الوعد الثقافي ومواصلة البحث في سؤول ووسائل التعزيز ذلك إننا نحيا الأخضر بتحدي ونحن مستقبل واحد المرفوع على سواعد الشباب نحن والاستقلال بإقابة الدولة الفلسطينية وعاصمة أركزي شريك إن شاء الله أحبككم الله وسلام عليكم ورحمة الله